موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبع اي قناة دي ليستو حاكمات ارحب بكم فيديو جديد خاص ليوما حريشات بالخرطال بسم الله لهاد الوصفة نحتاجه قدرت انا كصنصة الخرطال الخرطال المرد عنوالوريقات متوسطين مشي البقى ومشي الكبار هاد الحريشات صحيين وسهلين اتعدوا شوية الطاقة الان اضع ماء الاخرطال نضيف الماء الاخرطال نضيف الماء الاخرطال و نضيفه يرتاح 1 الى 1 دقائق لانه يشرب و يضيف الماء الاخرطال في الحرائشات و يتخلط الماء الاخرطال طريقة سهلة و نتيجة جيدة بالسف حريشة صحيين يحتاجون نفس القياس السميدة الرقيقة للحرشة هذه الحريشة زيت لها جوج المعرقات الحليب بودرة إما جوج المعرقات الحليب بودرة و إما إلا ما كان الحليب بودرة موجود عوض ما كان ديروا الماء اللي كان خلي فيه الخرطة ليطلق كنديروا الحليب تنزيدوا خمارة الحلوة و كنخلطوا كنخلطوا بزيان بش تتخلط الخميرة مع سميدة و ضو الحليب كيجيو صحيين و كيجيو فيهم تنزيدوا الملحة و اضع الملحة و أضع الملحة لتنزيدوا جيدا اختيار 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 مع القرى لما كانت العسل تجعلوا الى السكر لما لا تريد الى السكر ممكن تستغنيوا عليهم بجوج لكن يجعلوا الريجيم اختياره لا تزيدوا شي اختيار نصق الصغير الزيت العود سوف نبس سميدة كيف مع المعتاد سميدة الحرشة سوف تبسس مزيان بالزيت تخلطه مع الزيت مزيان باش كل حبة تلبس عليها الزيت باش كتجي نفتية و كتجي زوينة تنخلطه مزيان مع هذا المعلقة العسل و زيت العود حتى نحسو بها منتج زيت مزيان في هذه المرحلة سوف نزن الخرطال و دعنا يشرب مدة 10 دقائق سوف نخلطه فيها سميدة الحرشة بالمكونات الأخرى طريقة بسيطة ولكن نتيجة زوينة بزاف نتمنى تجربوا هذه الوصفة و تجربوا لتعليق كيف مال معتاد هذه السميدة بعد مال ضفنا عليها المكونات كاملة سوف نضيف عليها الخرطال بعد مال شرب الماء اللي ضفنا عليه و ازق مزيان و ارتاب هذا هو الشكل معلوم التجربة لما نريد الوصفة و اتصع في ماخفة حين لا نزيد فاول مصدر ما ننجز خلطوهم جد خلطوهم ضفنا وقلطوهم بحيث نجد هذه المقلة تسخن ونجعل هذه العجينة ترتاح نجد هذه العجينة ترتاح نجد هذه الكوهة كيف ترى نتمنى أن هذا الفيديو يجبكم نتمنى أن نرى خيرات جديدة ونشجيع القناة ونحب الناس الجداد ونحب الناس القدام نضيف الخرطال نضيف الخرطال الذي نعمل به نضيفه 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 نحن نقوم بقيام القياس و نصور بقيام القياس و ننشينا و نقوم بقياما و نتجرب تستمروا حتى نصوبوا العجينة كاملة المكوينة تراها بسيطة كيفما قلت لكم نفس القياس تنفيذ السميدة رقيقة نحن ذلك تنفيذ السميدة رقيقة نضيف مقلة سخنات ونضيف الخاطر فشكة سخن مقلة يعني نضيف مقلة سخن وفشكة سخن ونبدأ في طيب الحرشة نقلل العافية نقللها المنموم لكي لا تخطف لكي تطيب من الداخل نستمر معارض ن Zug مطيف وحرشة نستمع выход وخطر في الطياب قصد 1 وال7 ساعه يقوم بالزوج يضيف محمر يقوم بالزوج يضيف خطر و بالمغي زيت العود و الحليب بودرة و الخرطة الحتوام مقوي تحت الطاقة يعني حرشات صحيين وزويونين. الفيديو قادم ان شاء الله سوف نحط لكم الطريقة ديال الحرشات ديال السميدة تشعير حتى هي كتجيزوينه. سوف نحط لكم الطريقة ديال ان شاء الله رحمه الرحيم. هادوما الحرشات ديالنات يتحمروك يجيو في النين لا في المنظر ولا في الماضاق. وانتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال وانتمنى تكونوا يعني مقتنعين في محتوى القناة ديالي تمنى تشجعوني وانتمنى نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله رحمه الرحيم وانتم في احسن الاحوال. استبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة